بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى الله عليه وسلم السليم ابنتنا معنا ابنتنا أخت من الأخوات من مدينة وجدة هاتفتني من فرنسا تزوجت بمغربي مجداد في فرنسا تظهر عليه علامة التدين فاختارته لدينه ولخلقه أنجبت معه ثلاثا من الأبناء لكن المفاجأة بعد هذه العشرة الطويلة تفاجأت بأن زوجها أصبح أحمديا قاديانيا فدخلت معه في صراع وفي حوار ثم أطلعته على كل ما كتب العلماء حول القاديانية لكنه أنصر إصرارا على أن يبقى قاديانيا وأحمديا وندم على حياته التي أمضاها غير أحمدي أي مسلما ندم على كونه مسلما من قبل ثم مصيبا منتحا أنه يكره المسلمين ويسب المسلمين يسبهم ثالثا أنهم يصلون في مسجدهم ويحرمون على أنفسهم الصلاة في مساجد المسلمين رابعا يكفرون المسلمين خامسا موجودون في المغرب تقريب المئة واحد واللا وعندهم إن شاء الله تعالى الإمام انتحهم بمدينة مراكش لا أذكر اسمه ويقوم هذا بجمع أسماء جميع الذين صاروا أحمديين ويرسلهم إلى نبيهم هناك في بريطانيا في بريطانيا فحاولت أن تقنعه ليرتدع ويرجع لكن أصر فطال النقاش لزمن طويل فسألتني ما باعسها تصنع قلت إنك حاولت أن تقنعيه أن يرجع إلى الإسلام فالزوج قد ارتد والمرتد إذا ارتد يصبح العقد عقد الزواج باطلا يقول تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر إذا كفر الإنسان بعد إسلام وارتد بعد إيمان يتنحل عقدة الزوجية فلا يحل لمرأة مسلمة أن تكون في عصمة كافر لا يجوز لها أن تعيش تحت سقف واحد للضرر الخطير الذي يشكله لأبنائه احتلوا لدت انتحارا في خطر لأن الآن أصبح قدياني وأصبح عياذا بالله يلقنهم هذه الأمور فأصبح دينها هي ربما تحافظ على دينها كانت هنا وكانت تصلي معانا وتحضرنا للدروس وعاش في مجدام ما كان مشكلة لكن ولداتها الآن صغار وجه الزوج انتحها المرتد كي يقول هذا الكلام هذا فيه خطر على مستقبل أبنائه خاصة من ناحية الدينية لا إلهي الله فما هي القديانية؟ ولماذا القديانية الكافر؟ أنتم تعرفون أن الذي كان وراء إنشاء هذه الفرقة هو مو الإنجليز في الهند معاوة وخاصة خاصة أن هذه الفرق والنحل المنحرفة التي تولدت في القرن 19 إلى الآن قديانية الأحمدية البهاية ما هو الذي كان من ورائها؟ ما هو الاستعمار الإنجليزي وثم لماذا نجح الاستعمار الإنجليزي في إنشاء هذا؟ لماذا؟ لأن هؤلاء أعاجم والأعاجم لا علاقة لهم بالقرآن إذا أرادوا أن يتصلوا بالقرآن يتصلوا بنسخة مترجمة باللغة أنتح ولذلك يسهل على المستعمر أن يزرع مثل هذه الأفكار المنحرفة ثم يشجعها باش بالمال ثم باش بالإعلام فيدعمها ولذلك تعتبر إنجليترا هي التي أسست من وراء حجاب هذه الفرقة ولذلك فإن هذه الفرقة عندها الدين تحافي زوج ديال زوج ديال المجالات مجال تدين لعلاقتك مع الله وفلا يتم إسلامك إلا إذا كنت تدين بالولاء لمن؟ له ولي الأمر ولي الأمر ديال مشكون الأنجليز ولذلك هم لا يمكن سمع سمع الدين تعم لا يمكن أن يتصرفوا تصرفا إلا بإذن ولي الأمر كيف يستقيم أنك تدين لله في نفس الوقت لا يمكن أن تفعل شيء إلا بأمر من ولي الأمر معناها أنه كل الأولى غير لحا لأن الذي يحكم فعلا هو الأنجليز فلا يمكن أكدا أن يصدر قرار من قبل هؤلاء إلا برضى ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها هذا دين هذا هذا ليس دين ولذلك فإن هذا الدين أسس على يد مرزى غلام أحمد القدياني المولود سنة 1265 بقديان مهم عليكم لأنني لا أستطيع أن أقول عليكم أنا أقول أنني أهمني بالنسبة للأخت والناس الذين يعرفوا هذا أقول أنهم أغيفين كيل لنحراف الذي يخرج القديانيين من الملة لا إله إلا الله محمد الله أولا ادعى مرزى غلام أنه نبي أنه من الأنبياء هو يقول بصلاة عليه وسلم أنا خاتم النبيين قال خاتم هو مسألة دع جمال ولا تعني أنه الأخير وأن ما يقصد ومسألة جمال ولذلك يعتبر نفسه نبيا في الأول كيقول أنا المسيح ثم تطور فقال أنا محمد عليه الصلاة والسلام يقوله بتلسف الأرواح ثم بعد ذلك يشير بأنه أفضل من الأنبياء أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وهذا المجرم هذا السافي عنده واحد اللسان كان صليط وكانت عنده خرافات كثيرة ولذلك إذا قال أنا نبي وأفضل منه النبي عليه الصلاة والسلام واسمه حكمه هذا الأمة مجمعة على أنه لا نبيا بعد محمد اسمعي يا بنتي واسمعوا يا ولدتي القادياني يعتبرون كبيرون هذا الناس دعم أنبياء بدءا من هذا غلاب أحمد وهو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام تعالى الله عما يقولون علو كبيرا يعتقد القاديانية بتناسخ الأرواح اللي كنا نقوله هذه اللولة يعني كيقول روح عيسى حلت فيها فصار مسيحا وبعد ذلك تطور فحلت فيه روح محمد فأصبح هو محمد من عبد الله وبعد ذلك تطور فأصبح خير من النبي عليه الصلاة والسلام تعالى الله عما يقول علوا كبيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله كنت تقول هذا لا 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 زعم مرزا أن إبراهيم عليه السلام ولد بعد الفين وخمسين سنة في بيت عبد الله بن عبد المطلم يعني إبراهيم تولد مرة أخرى من لذلك أي روح إبراهيم حلت في محمد فولد إبراهيم المرة الثانية ثم ببعث النبي صلى الله مرتين آخرين أحدهما عندما حلت حقيقة المحمدية في المتبع الكامل يعني نفسه أي نبيه ولد مرتين ولد حينما حلت فيه روح إبراهيم وولد مرة حين محلت روحه في المرزا يقولون بالتناسخ الأرواح هذا الموصب الأولى يعتقدون أن الله تعالى يصوم ويصلي وينام ويخطئ تعالى الله عما يقولون علو كبيرة يقول مرزا في كتابه المقدس قال الله لي يعني ربي صبحانه وزولي يتكلم معه هذا الوحي قال الله لي إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام وقال قال الله إني مع الرسول أجيب أخطئ وأصيب إني مع الرسول محيط هذا في الكتاب المقدس أعوذ بالله شوفي معا مرة كعيشة بنت الثالثة يعتقدون أن النبوة لم تختم قط بمحمد عليه الصلاة والسلام بل هي جارية ومستمرة وأن الله يرسل الرسول حسب الضرورة كلما دعا الضرورة أرسل الله رسولا وأن غلام أحمد هو أفضل أنبياء الله جميع هذا اعتقاد وأن جبريل عليه السلام كان ينزل على غلام أحمد بالوعي وأن إلهاماته كالقرآن كان جبريل ينزل على الغلام وأن إلهاماته كالقرآن الرابعة يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود أي الغلام القرآن هذا أنت على الغلام ينسخ القرآن الحقيقي فلا قرآن ولا دين ولا شريعة إلا شريعة غلام هي تنسخ وتهيمن حتى على دين الإسلام في نسخته الأخيرة مع نبيه الخاتم لا حوله ولا قوة إلا بالله ولا حديثة إلا ما يكون في ضوء تعليماته لا يمكن الإنسان أن يتحدث بحديث رسول الله فلا حديث إلا ما حدث به المرزى غلام هذا الحديث الذي يجب أن يتناوله الناس ولا نبي إلا تحت سيادة غلام أحمد كل الأنبياء تحت قدمه أعوذ بالله ويعتقدون أن كتابه المنزل أن كتابه المنزل اسمه الكتاب المبين وهو غير القرآن الكريم اسمه الكتاب التعليم عمر بالدفج التعليم والكذوب والطرهات والخزعبيلات اسمه الكتاب المبين لا إله الله الخامسة يعتقدون القاديانيون الأحمديون أنهم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة لا علاقة لها بالإسلام اسم عازل لا علاقة لها بالإسلام وأن رفاق الغلام كصحابة محمد رفاق الغلام كصحابة رسول الله كما جاء في صحيفتهم الفصل أولا الفضل عدد 92 يقول لم يكن فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلامذ المرزة غلام أحمد إن أولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية إذن لا فرق بين أصحاب غلام وأصحاب النبي فقط أن أصحاب النبي كانوا أصحاب البعثة الأولى وهؤلاء أصحاب لمن بعثه الله ثانية الله يحفظ السادسة يعتقدون أن الحج الأكبر هو الحج إلى قديان وزيارة قبر القديان هل نحتهن التجانيين كيقولوا هذا الحج اللي كتبش للمكة هذا الحج الأسهر لا يتم الحج إلا إذا إجيتم إلى مزاره وإلى بارحه لكي تطوفوا به هذا نفس شي هذا شي اللي كيدر للزاويات هل نفس 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 نفس يعتقدون أن الحج الأكبر هو الحج إلى قديان وإلى زيارة قبر القديان ونص على أن الأماكن المقدسة فيه هذا الدين ثلاثة مكة والمدينة وقديان قال كاسيدي الحج إلى مكة بغير الحج إلى قديان حج جعف خشيب لأن الحج إلى مكة لا يؤدي رسالته ولا يفي بغرضه سابعا يبيحون الخمر والأفيون والمخدرات ولحم الخنزير ما تازد يبيحون الخمر والأفيون والمخدرات ولحم الخنزير ثامنا كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القديانية كما أن من تزوج أو زوج لغير القديانيين فهو كافر ما يكفرون كل مسلمين عندهم فهو كافر وكل من تزوج أو تزوج من غير قدياني فهو كافر تاسعا ينادون بإلغاء الجهاد ووجوب الطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية التي كانت تحتل الهند آنذاك لأنها وفق زعمهم هو ولي أمر المسلمين اللي قلنا قبل ولي أمر المسلمين هو الحكومة الإنجليزية عشرة يعتقد القدياني أن إلهه إنجليزي لأنه يخاطب بالإنجليزي هذا الوحي التالي اللي نزل على الشياطين اللي نزلوا على هذا قاديان هذا الشيطان قال لك سيده وجلوا الوحي بالإنجليزية ويخاطبوا بالإنجليزية لا إله لله وحمد رسول الله أحضاش لهم ترجمات عديدة للقرآن الكريم بلغات مختلفة لكن بتفسير يدعو إلى ضرارهم هذه أحضاش الواحدة منها تخرجهم من الملة يكفي 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 واحدة من هذه اللحظاش اللي عنده في المعتقدات أنها تخرج من الملة فكيف به هذه اللحظاش في المغرب الآن دسل المسائل أش كيدلو يطلقوا سرا هم بحش الشيعة عندهم التقية فكما فكما الشيعة في المغرب كيدلوا حسينيات في السر في بيوت سادات وزعمائ فالقاديانيين كيدلوا المرزائيات عودك بيوت يسمعوا فيهم ويدلوا فيهم الطقوس ويقبلون اليد والرجل وهذه الأمور التي تستحمر الإنسان وتستغفله وتلغي عقله وتلغي كل مقومات كرامة هذا الإنسان يا ابنتي الله يجازك بخير إلى ما اسمع شايت سمعه هذه الكلمة حول عقائدهم لتقيمي عليه الحجة ورغي يقول كالشي صحيح إذا كان صادق مباشد معك التقية يقول كذي عقائدنا فأقيمي عليه الحجة فإن تاب وإلا فافترقي معه لا خير فيه نسأل الله أن يتوب على جميع المسلمين والله تعالى على وعلم وصل الله على حبيبنا موسيقى موسيقى موسيقى